تولي الدولة اهتماما كبيرا بقطع الصحة من أجل تقديم رعاية طبية جيدة للمواطنين حيث تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد من المستشفيات العامة والمركزية بسهاج وتم تشغلها لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين هذا وتفقد وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار ومحافظ سهاج طارق الفقي أقسام الاستقبال والعيادات وأقسام الغسيل الكلوية والأقسام المختلفة بمستشفيات جهينة وطخطة والمراغة ومستشفى الهلال للتأمين الصحي هذا بالإضافة إلى مستشفى سهاج العام ومركز أورام سهاج والتقى عددا من الأهالي والمرضى المترددين على المستشفى واتمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم وأكد عبدالغفار على اهتمام الدولة ووزارة الصحة بتطوير المنظومة الصحية بمحافظة سهاج من خلال تطوير المستشفى المركزية والعامة وإنشاء وحدات صحة الأسرة والمراكز الطبية وإمدادها بأحدث الأجهزة الطبية المستشفى كانت تحت التطوير من سنة 2014 الحمد لله وربنا وفقنا استلمناها في 2023 طبعا بنشكر في خامة الرئيس لرعايته للصحة وكل المرضى الموجودين في جمهورية مصر العربية وكان خاصنا بالمستشفى هنا المستشفى بتقدي خدمات هنا من عيدات خارجية من معمل من أشعر من بنك دم من استقبال فيه برضو العمليات الجراحية أربع غرف عمليات على الأعلى مستوى وفيه غرفة عمليات النساء وكشك النساء عندنا طبعا قسم علاج الطبيعي مزود بأحدث الأجهزة اللي موجودة في الماركت كله المستشفى هنا بسم الله ما شاء الله يعني تحت قيادة فخامة الرئيس عفتاح السيسي ومحافظ سوهاج وسيد الوزير وزير الصحة الأستاذ الدكتور خالد عبغفار شهدت تدور كبير جدا في كل قطاعات المستشفى عندنا قسم حضنات يوضاهي سوهاج العام المستشفى ما شاء الله عليها حرصار يعني كبير في البداية طبعا المستشفى مكان طبعا كنا لو فيه أي مثلا فيه كشف أي حاجة كنا بنروح بره نروح بحطة لكن هنا الحمد لله فيه خدمات كويسة في المستشفى قمت الرئيس عفتاح السيسي حرصه دائم على الاهتمام بصحة المواطن طبعا شفنا 100 مليون صحة وشفنا الاهتمام الرئيس بصحة المواطن صرح الطب العظيم اللي اتعامل في جهينا احنا فعلا 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 بنتشرف به